اشتركوا في القناة فالحكومة حاولت عرقلة خروج القانون التنظيمي من أجل تفعيل طبع رسمي الأمازيغية عرقلة لتبيينات من خلال موقف الحزب ديال العدل والتنمية من الأمازيغية والأحزاب المحافظة وخاصة حزب العدل والتنمية اللي سنعرفه وأنا قرأت مرجعية الفكرية والإديولوجية أنه حزب يؤمن بالأحادية في اللغة وفي الدين وفي كل شيء إذن هو حزب غير ديمقراطي لا يؤمن بالديمقراطية فأبعدها الفلسفية الحرية هي التعددية هي الاختلاف إذن لا يؤمنون بالديمقراطية بش يوصلوا للحكم ولكن لا يؤمنون بممارسة الديمقراطية في إطار التنوع والاختلاف التي يعرفه المغرب والأمازيغية تبقى صلب هذا المجتمع المغربي بجميع اختلافاته وتلويناته على جميع المستويات هناك عدة تعطرات أولا القانون التنظيمي في الخمس سنوات الماجئة سيكون تعميم تدريس الأمازيغية في الابتدائي تعميم أقول تعميم لكن الواتيرة باش تتمشي هذه الحكومة على مستوى مثلا الأطور اللي غد درس الأمازيغية هات السنة كان 180 أسات كيف يمكن بواتيرة 180 أسات في السنة أننا نوصلوا لتعميم الأمازيغية في المنظومة على مستوى الابتدائي آخر اجتماع ديال الوزارة ديال التربية الوطنية مع الملكي التقافة الأمازيغية وصلوا الوحد 400 أسات في السنة من هنا خمس سنين من أجل تعميم اللغة الأمازيغية في المدرسة في التعليم الابتدائي ولكن بواتيرة 400 أسات في السنة لا يمكن أن نصل إلى هذا التعميم إذن عملية حسابية إذن باش نوصلوا لتعميم خصنا على الأقل 30 ألف أسات باش نوصلوا لتعميم ديال اللغة الأمازيغية في البتدائي والتالي هناك تمييز ضد الأمازيغية تمييز واضحة على مستوى الأرقام لأن الكلام ما تنجيبوش من رأسنا تنبنيو على قرارات ديال الدولة و180 أسات اللي هضرت عليها فالدولة هي اللي قررتها و400 أسات فتهيت قررت وفق 2021 وبالتالي لا يمكن علميا أننا نصلوا لتعميم ديال التدريس الأمازيغية في البتدائي وتعميم التدريس الأمازيغية في البتدائي فبالأحرى لأسلاك الأخرى فالمطلب ديال الحركة الأمازيغية منذ سنوات هو ترصيم رأسنا الأمازيغية كيوم عطلة مؤداء عليه هدفة مطلب ديال الحركة الأمازيغية واليوم لم يصبح مطلب الحركة الأمازيغية فحسب بل مطلب ديال الشعب المغربي لأن الشعب المغربي كله تحتفل بهذا الطقس بهذا الاحتفال برأسنا الأمازيغية ناطقين بالأمازيغية وغير ناطقين ليس فقط على حسب المغرب ولكن كذلك في تونس وفي ليبيا وفي الجزائر وفي جميع المناطق اللي متوجدين فيها الأمازيغ يحتفلون برأس السنوات الأمازيغية وبالتالي حان الوقت أعتقي أن الدولة ستتحمل مسؤوليتها وترسيل هذا اليوم لأنه يوم كيوم عطلة لأنه يوم ديال رأس السنوات الأمازيغية بحالة رأس السنوات الهجرية أو رأس السنوات لغريغوريان أو دون إيدن لا أرى لماذا هذا الطماطل للاعتراف برأس السنوات الأمازيغية كيوم عطلة أرسل وككونغرس عالمي أمازيغي تلقينا في فيبريد فشبدالنقاش حول ترسيم اللغة الأمازيغية واللغة العربية في سبتا ومليليا باقتراح ومشروع قانون جاوبه لأحزاب القومية ولكن تم رفضه في النقاش العمومي الذي كان داخل البرلمان رفضه من طرف الحزب الشعبي الحزب الشعبي وضد الاعتراف بالأمازيغية والعربية كلغتين رسميتين في سبتا ومليليا ولكن ممكن لأننا تنعرف بنا الحزب القومية وزائد الحزب البوديموس زائد الحزب الاشتراكي هما أحزاب التي تشكلوا الأغلبية داخل البرلمان الإسباني وبالتالي لمشاة الواتيرة بهذا الشكل ربما المشروع قانون ممكن تولي اللغة العربية واللغة الأمازيغية لغتين رسميتين في سبتا ومليليا جزء الكناريف هي جزور أمازيغية تاريخيا فيها أمازيغ ما يسمونه بالقوانش هو متواجدين لا يتكلمون الأمازيغية لأن الأمازيغية والتقافة الأمازيغية تعرضت بواحد لإبادة تاريخية امطرف للإسبان واليوم هناك حركة قوية هما أعضاء داخل الكونغرس العالمي الأمازيغي هناك حركة قوية تطالب كذلك برسمية الأمازيغية وهناك حركة قوية كذلك تطالب بالاستقلال من إسبانيا ربما البعد والإعلام لا يتعاطى مع جزور الكاناريا لكن هناك منظمة دولية هما أعضاء داخل نشتغل جميعا في أفق الطرح القضية الأمازيغية على المستوى الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر